السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طالبات وطالبات التعليم الفني النهاردة هنبدأ مع طالبة التعليم الصناعي تخصص تركيبات ومعدات كهربية هنبدأ مع بعضنا الباب الأولاني في مادة أجهزة القياس الباب اسمه أساسيات القياس لكن خلينا نقول مع بعضنا أنه قبل ما نبدأ في الباب بتاعنا بتاع النهاردة كنت حابب أنه نتكلم شوية مع بعضنا ونعرف يعني إيه تعليم فني يعني إيه تعليم صناعي يعني إيه مادة أجهز القياس وهي تصنفها عندي في آنه مادة حضرتك في الصف في سنة ثالثة إعدادي كنت بتدرس مواد ثقافية عربي إنجليزي رياضة وهكذا لكن في التعليم الفني الموضوع بيختلف شوية إزاي بيبقى عندك في الأول مواد ثقافية اللي هي زي العربي والإنجليزي والرياضة والفيزياء كيميا وبيبقى عندنا مواد خاصة بالتخصص بنسميها مواد التخصص أو المواد العلمية عندنا في الكهرباء اللي هما بنسميهم الأساسيات الكهربية الأجهزة الخامات فيه المعمل كمان وفيه الأمن الصناعي كل المواد دي بيبقى الهدف الأساسي منها إن هي تأهلك في خلال الثلاث سنين مع المواد بتاعة سنة ثانية أو بتاعة سنة ثالثة بحيث إن حضرتك إن شاء الله على ما تخلص الثلاث سنين تبقى اكتسبة المهارة اللازمة عشان تبقى تحصل على شهادة دبلوم السنوي الفني تخصص تركيبات ومعدات كهربية طيب نبدأ واحدة واحدة كده وبشويش نقول مع بعضينا إن مواد سنة أولى اللي احنا هندرسها اللي هي مواد التخصص اللي هي المواد العلمية المواد دي من المفترض إن فيه جزء منها اللي هو تحديدا في الأساسيات هيتطبق تحت في الورشة أو في العملي بواقع إن حضرتك هتاخد المعلومة في النظر فوق وترجع بعد كده تنفسها تحت في العملي المادة التانية اللي هي مادتنا بتاعة النهاردة اللي هي أجهزة القياس ودي مادة مهمة جدا لإن حضرتك النهاردة من خلالها هتقدر تعرف إن عندك أجهزة قياس موجودة في الورشة أو في المصنع أو في المكان اللي انت هتشتغل فيه وبالتالي لازم أن يكون عندك الدراية الكاملة بهذه الأجهزة وتعرف إزاي تتعامل معها وتعرف إزاي كمان تستفيد منها في مادة الخمات الكهربية والخمات هنا بيتكلم على الخمات اللي ممكن تقابلنا في المواد اللي موجودة حوالينا سواء كانت المواد دي مواد كهربية أو لأ مواد مغناطسية أو لأ على حدثة بتصنيف الخمات المعمل بيكون مجموعة من التجارب اللي خاصة بمادة الأساسيات واللي حضرتك من المفترض أن انت بتنفسها في المعمل عندك في المدرسة بتاعتك تمام؟ الأمن الصناعي مهم جدا 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 لإن الأمن هنا بيتكلم عن السلامة والصحة المهنية وإزاي حضرتك تأمن نفسك في موقع العمل أو في المصنع أو في الورشة بتاعتك وبالتالي أنا بحاول أن أدي لك كل المعلومات اللي أنت محتاجها عشان تقدر تكتسب المهارة بتاعتك بصورة كاملة متكاملة طيب النهاردة بقى مع بعضينا هنبدأ نتكلم على أجهزة القياس والمادة بتاعت النهاردة اللي هي مادتنا خلينا نكون متفقين على أن مادتنا النهاردة هنبدأ نعرف مع بعضينا الأهداف العامة منها تعالوا معي لو سمحتوا نبص نشوف نبدأ في الأول خالص هنا على الأهداف العامة للمادة بتاعتي أول حاجة بنقول عايزين الطالب بتاعنا يعرف يعني إيه أجهزة القياس الكهربية والإلكترونية والأجهزة دي اللي هي هتقابلنا هنتكلم عنها بالتفصيل وهنعرف مع بعضينا إزاي هنتعامل معاه رقم 2 تعريف الطالب بكيفية تسخدام أجهزة القياس للكميات الكهربية يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عايزة إيس جهد عايزة إيس طيارة عايزة إيس أمبير أين كانت القيمة اللي أنت حضرك محتاج تقيسها المفروض إن أنت عارف الجهاز اللي أنت محتاجه عشان تقيس العنصر ده رقم 2 بيتوصل إزاي؟ رقم 3 وده الأهم بالنسبة لي اللي هو طريقة التوصيل الصحيح عشان أقدر أحصل على القيمة بتاعتي مزبوطة تمام؟ طيب بعد كده نشوف مع بعضينا رقم 3 استخدام أجهزة القياس لكشف الأعطال إيه ده؟ هو جهاز القياس بيستخدم كمان لكشف الأعطال آه جهاز القياس بتاعي يستخدم لكشف الأعطال والدليل على كده أن حضرتك ممكن تستخدم جهاز جيلفانيوميتر واللي هنعرفه مع بعض كمان شوية عشان أقدر أحدد العطال اللي موجود في الدائرة بتاعتي هل بيمر فيها طيار ولا مش بيمر فيها طيار يبقى دي الأهداف الرئاسية اللي احنا المفروض إن احنا النهاردة في المادة بتاعتنا هنبدأ نتناولها على مدار عام دراسي كامل طيب أول باب عندنا اسمه إيه؟ الباب الأولاني اسمه أساسيات القياس نشوف مع بعضين أساسيات القياس أساسيات القياس بالنسبة لي أول حاجة المفروض إن أنا هدرسها فيه وحدات القياس الكهربية طيب رقم اتنين الرموز والمصطلحات اللي بتستخدم فيه أجهزة القياس ودي مهمة جدا لإني محتاج إنني أعرف الرمز بتاع الجهاز بتاعي أو المصطلح اللي هيتكتب عليه واللي بناء عليه حضرتك هتتعامل مع الجهاز بتاعك رقم ثلاثة تصنيف أجهزة القياس يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا هصنفهم طبقا لنوع الطيار اللي بيمر طبقا لنظرية التشغيل طبقا للتركيب وبالتالي لازم نقدر أقسم الأجهزة اللي عندي على حسب ما أنا شايف في المكان بتاعي بعد كده هنقول أسباب الأخطاء اللي ممكن تحصل في القياس حضرتكو لازم أن تكونوا فاهمين كويس جدا إن الأسباب دي إحنا هنصنفها بحيث إن احنا بعد كده نقدر نتلافى هذه الأخطاء ونتجنبها عشان نقدر نقوم بعملية القياس بصورة صحية بعد كده في شوية تعريفات هنعرفهم زي الخطأ المطلق والخطأ النسبي دقة الجهاز وطرق تجنب هذه الأخطاء اللي هي كنا بنتكلم عنها من شوية اللي هي أخطاء القياس من المفترض إن احنا في الباب بتاعنا النهاردة هنكون شغالين على هذا الأمر بحيث إن احنا ننتهي من الباب بتاعنا وإحنا عندنا معرفة بالجهاز عندنا معرفة بالوحدات بتاعته طريق التوصيله الخطأ المطلق والخطأ النسبي وإزاي نقدر نحدد دقة الجهاز بتاعنا هنبدأ في الأول خالص عايزين نعرف في الأول خالص يعني إيه كلمة القياس بصوا معي حضرات لما حبي يعرف القياس قال إيه قال إنه هو عملية مقارنة مقدار بمقدار آخر أو كمية بكمية أخرى من نفس النوع يعني إيه الكلمة اللي أنت حضرك بتقوله ده يعني إيه حضرتك تقارن بمقدار بمقدار أو كمية بكمية من نفس النوع يعني على سبيل المثال حضرتك دلوقتي لو أنا جاي عايز مثلا كيلو من أي صنفة أنا عايز أشريه مش هيجي الراجل يحط لي في الميزان اللي قدامي ده مثلا لتر زيت استحالة طبعا أمال هيعمل ايه هيحط لي كيلو علشان أقدر أوزني بقى أنا هنا بقارن كمية بكمية يعني بقارن كتلة بكتلة أو لو أنا بقيس مثلا طول هقارن الطول بتاعي بالطول اللي أنا كنت عايز أيس عليه يعني هجيب مصطرة عشان أقيس طول الطربيزة اللي أنا أقعد عليها طيب إيه كمان لو أنا مثلا على سبيل المثال عايز أقيس الزمن هل لما أجاي إيه الزمن مثلا هقولي أننا النهاردة الساعة بتاعتي مثلا الساعة مثلا 5 مثلا 10 متر يبقى أنا إزاي إيه الزمن مع طول وبالتالي لازم من حضراتكم تكونوا هنا لما هتقارنوا هتقارنوا بكميتين من نفس النوم يبقى لما هتقارن زمن هقارن زمن بزمن لما هتقارن طول هنفس الكلام هقارن طول بتاعي بطول وحدة الطول بوحدة الطول في الأول خالص قبل ما ندخل على أنظمة القياس اللي موجودة معنا دلوقتي خلينا نقول مع بعضنا ان في كان زمان النظام اللي كان بيتم بعملية القياس كان في حاجة اسمها الزراع الملكي يعني ايه الزراع الملكي يعني كان الملك بيجي جاي بالزراع بتاعه تمام ويقسوه ويبقى هي دي واحدة الطول اللي موجودة في البلد دي ودي كان بتعمل اوقات كتيرة جدا بتعمل مشكلة لبعض التجار اللي كان بيعمل يحصل ما بينهم تبادل تجاري ما بين البلاد وبعضيها يعني الملك اللي في الدولة دي زراعه اقصر من الملك اللي في الدولة التانية وبالتالي هنا اصبح القياس مش مزبط ففكروا انه هم يعملوا عملية توحيد لوحدات القياس عشان يشتغل بيها هنشوف مع بعضنا دلوقتي ان اول حد قام بالكلام ده كان اسمه جاوس العالم ده اللي هو جاوس استخدم النظام سماه باسمه وبيستخدم في النظام ده حضرات السنتيمتر للطول لو انت عايزه اسطول ايسه بالسنتيمتر وبيستخدم الجرام للكتلة وكمان بيستخدم الثانية للزمن يبقى دي الوحدات اللي جاوس بدأ يشتغل بيها او يشتغل عليها عشان يقدر يحصل على النظام بتاعه طيب حد فيكم ممكن يقولي دلوقتي بعد اذنك لو سمحت انا ازاي هايس مثلا طول منزل او طول شارع او طول حاجة بالنسبة لي السنتيمتر صغير جدا بالنسبة لي وعشان ايس مثلا طول الشارع اللي انا عايش فيه هلاقي ان انا بجيب رقم كبير جدا لانه بالسنتيمتر علشان كده فكروا انه هما يطوروا شوية فراح اعملوا النظام اللي احنا هنشوفه مع بعضين ده اللي هو اسمه النظام المتري في النظام المتري بيستخدم فيه المتري للطول يبقى هنا حل مشكلة الطول اللي احنا كنا بنتكلم عنها ان انا عشان ايس بالسنتيمتر وحدة صغيرة ومش هتكون بالنسبة لي زات قيمة علشان كده انا هستخدم المتري بدل السنتيمتر تمام وبدأ يستخدم الكيلو جرام للكتلة يبقى بدأ يرفع بالوحدات او يختار القيم الاعلى منها عشان تقدر تقسله الحاجات الكبيرة اللي هو عايز اشتغل عليها رقم ثلاثة لسه زي ما هو برضو عند الثانية بالنسبة للزمن واحنا عارفين ان الثانية بيبقى لها المكونات بتاعتها او مشاقاتها اللي هي الدقيقة والساعة تمام طيب دقيقة كانت الحاجات اللي موجودة اللي انا عايز ايس طول عايز ايس وزن عايز اللي هي الكتلة يعني عايز ايس الزمن فريكة الحاجات الاساسية مع ظهور الكهرباء والطيار الكهرابي زي ما حضراتكم عارفين بدأت تكون فيه وحدات جديدة خاصة بالطيار الكهرابي زي ايه؟ ده اللي حصل فيه النظام التالت والاخير اللي هو اسمه بنسميه احنا النظام الدولي اللي هو الاس اي في النظام الدولي اللي هو الاس اي بيقول فيه انه هو هيتطور النظام المتري وهيبدأ يضيف عليه بعض الحاجات يعني هو هيشتغل على نفس النظام المتري اللي فات ولكن هيضيف عليه بعض الحاجات زي إيه؟ زي إنه هيستخدم الكيلوجرام للكتلة ودي نفس اللي كانت موجودة معنا في النظام المتري ويستخدم الثانية للزمن كمان هيبدأ بقى يدخل الحاجات اللي خاصة بالكهرار بتاعتنا هيستخدم الأمبير لشدة الطيارة الكهرارة لو أنا عايز إيز شدة الطيار هستخدم الأمبير وهيستخدم الدرجة الكالفينية عشان يقيس بيها درجة الحرارة والمول عشان يقيس به كمية المادة يبقى دلوقتي هو خد الوحدات الأساسية اللي كانت فيه النظام بتاعي وبدأ يضيف عليها أو بدأ يحط عليها بعض الحاجات زي ما قلت لحضرتك الأمبير أو دلاجت الحرارة أو المول وفيه وحدات تانية كمان طيب نخش بعد كده على النظام الدولي بتاعنا ونقول إن من خلال النظام الدولي بدأ يعمل مشتقاط لبعض الوحدات يعني أنا عندي الطول ده بقيسه بالمتر عندي الزمن بقيسه بالثانية فلو ركبت وحدة مثلا اسمها العجلة بتتأس بحاجة اسمها المتر على الثانية تربية لو أنا عايز إيس أو أعمل وحدة للسرعة هلاقي إن السرعة بتاعتي بالمتر على الثانية إزاي الكلام ده؟ بصوا حضرات السرعة بتاعتي أنا لما هاجي دلوقتي أقولك أنت بتمشي بسرعة قد إيه هتقول لي إيه؟ أنا ماشي بسرعة مثلا عشرة كيلو متر مثلا في الساعة العربية بتاعتي أو الوسيلة اللي أنا بنتقل بيها تمام؟ وبالتالي لازم أن تقس لي حاجتين لازم أن تكون عارف حاجتين لازم أن تكون عارف إن دمشيت مسافة قد إيه؟ وأطعتها في زمن قد إيه؟ وبالتالي يبقى هنا إنت قدرت تديني معلومة كاملة طيب يبقى أنا هنا السرعة بالنسبة لي عملت حاجتين أو اشتغلت على حاجتين مسافة وزمن المسافة بتتأس بإيه؟ بالمتر طيب والزمن بيتأس بالثانية إذن هنا لما يجا أقوله السرعة هقوله اللي هي عبارة عن متر على الثانية تكون دايما بالمتر على الثانية تربية تمام؟ طيب نخش مع بعضنا ونشوف دلوقتي وحدات القياسة الكهربية وديها تكون أول حاجة في الباب بتاعنا هنقول إن إحنا أول وحدة نشتغل عليها اسمها الأمبير الأمبير يا حضرات لما حب يعرفه قال إنه هو وحدة قياس شدة الطيار والأمبير ده هو كمية الكهرباء اللي بتمر في مواصل في الثانية الوحدة وبنرمز لها بالرمز A يبقى هنا دلوقتي بتكلم على الأمبير بتاعي وحدة القياس بتاعة شدة الطيار وبالتالي اللي يزم يكون فيه رمز رمزه إيه؟ أول حرف من أمبير وهو اللي بيستخدم فيه قياس عملية شدة الطيار بتاعي هل الأمبير ده بعد إذنك لو سمحت ليه قانون آه طبعا لما حبه يوجده القانون اللي يوجد العلاقة بتاعتي لقيت إنه هنا بيقول لي كمية الكهرباء اللي بتمر في المواصل في الثانية الوحدة تمام؟ آه تمام طيب معنى كده إنه هو بيقول ليه بيحسب لي كمية الكهرباء اللي هي شحنات يعني وبيقول لي في الثانية الوحدة اللي هي زمن يبقى أول معلومة النهاردة قادر أطلع بيها إن شدة الطيار بتاعتي اللي هي الآي هتساوي الشحنة اللي هي الكيو على التي اللي هو الزمن طيب يبقى حدراك دلوقتي بتقول إنه إنت قدرت تحصل على قانون خاص بالطيار بيقول ليه القانون ده؟ بيقول إن الطيار بيساوي الشحنة الكهربية اللي هي الكيو على الزمن بالثانية اللي هو هنرمزه بالرمز T القيمة اللي هتطلع هنا يا حضرات هتكون بالأمبير يبقى دلوقتي عرفنا يعني ايه كلمة أمبير وعرفنا تعرفها جاي منين من خلال التعريف احنا اللي عملنا القانون اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي والقانون بتاعنا احنا استنتجنا منه وحدات القياس انا اسمت شوحنة على زمن الشوحنة بتاعتي ليها وحدة والزمن ليه وحدة حطتونا بعضيهم اداني حاجة اسمها الأمبير طيب رقم اتنين نشوف مع بعضنا رقم اتنين رقم اتنين بالنسبة لي اه عايزة اعرف المشتقات بتاعة الأمبير يعني ايه المشتقات بتاعة الأمبير كلمة أمبير ممكن يكون رقم كبير لحضرتك وبالتالي انت عايز قيمة اقل من كده او ممكن يكون اصغر معاني ايه الوحدات الكبيرة بصوا معاني هنا كده الوحدات الكبيرة بتاعتي اللي هي زي الكيلو أمبير وهنا لما اقول كيلو أمبير حضراتكم هتلاحظوا انه هو 10 أس 3 أمبير أو ألف أمبير يبقى هنا دي المشتقات بتاعتي في حاجة أكبر من كده آه طبعا في الميجا والجيجا لكن احنا هنقول النهاردة ان احنا نتكلم بس بالنسبة لوحدات الكبيرة للأمبير على الكيلو أمبير طيب الوحدات الصغيرة الوحدات الصغيرة حضرات في حاجة اسمها الميلي أمبير وخلينا نقول مع بعضين ان الميلي أمبير اللي هي 1 على ألف من الأمبير أو هنقولها 10 أس سالب 3 أو هنقول 1 على ألف الثلاث قيم بالنسبة لهم بيسوا بعضهم حضراتك بتكتبها بالصيغة اللي انت حابب عليها يبقى هنا الميلي أمبير عبارة عن إيه 10 أس سالب 3 من الأمبير القيمة التانية بالنسبة لي اسمها إيه القيمة التانية بالنسبة لي اسمها المايكرو أمبير والمايكرو أمبير يا حضرات بيسيوا 10 أس سالب 6 من الأمبير يعني 1 على مليون من الأمبير تمام يبقى هنا عندي الأمبير ليه وحدات كبيرة قيم كبيرة اللي هي الكيلو الميجا والجيجا وليه وحدات صغيرة اللي هي الميلي والمايكرو وكمان في حاجة اسمها النين هنتكلم عن حاجات دي بالتفصيل لما نيجي لوقته طيب رقم اثنين رقم اثنين لما حاب يتكلم بيتكلم على فرق الجهد فبيقول ايه بيقول ان فرق الجهد بتاعي اللي موجود عندي في الدايرة بتاعتي مقدار فرق الجهد اللي بيمر في الموسط بتاعي بيكون هنا في الحالة دي بيمر في الدايرة طيار شدته واحد أمبير وانا بفقد قدرة مقدارها واحد وط يبقى هنا لما بتكلم عن الجهد بقول ايه بقول مقدار فرق الجهد اللي بيمر في المواصل المواصل ده بيمر فيه طيار واحد أمبير وانا بفقد في الحالة دي قدرة واحد وط طيب هل في قانون اه من خلال القانون حضرتك دلوقتي انا هجيبه من الكلام انا مش احفظ حاجة انا هجيب من الكلام اللي انت قلته دلوقتي هلاقي ان الجهد بتاعي عبارة عن القدرة اللي هي بالوط على الطيار اللي هو بالأمبير يبقى هنا دي صيغة طب الصيغة التانية أقدر أجيبها من خلال قانون أوم بصوا معي هتلاقوا هنا أن القانون بيقول فيه أن الفي بتساوي الآي في الآر لو أنا عايز أحسب فرق الجهد بتاعي هضرب شدة الطيار اللي هي الآي هضربها في قيمة المقاومة بتاعتي اللي هي الآر يبقى هنا أقدر أجيب قيمة فرق الجهد بطرقتين أو بقانونين ممكن عن طريق شدة الطيار والمقاومة وفي الحالة دي هقول الكلام اللي قاله أوم أوم قال إيه؟ قال إن فرق الجهد بيساوي شدة الطيار مضروف في قيمة المقاومة بتاعتي طيب لو حضرتك عندك القدرة في الحالة دي هتقسم قيمة القدرة بتاعتك اللي هي البي اللي هي بتتقاس بالواط على شدة الطيار هيديك حاجة اسمها فرق الجهد الوحدة بتاعت فرق الجهد هي الفولت وقدرنا نتعرف عليها مع بعضين هل لها مشتقات؟ آه نشوف مع بعضين المشتقات هلاقي هنا حضرتك إن بعد ما قلت القانون وحبيت أشتغل على المشتقات برضو فيه وحدات كبيرة اللي هي كيلو فولت وده بيساوي ألف فولت طبعا الوحدات اللي أكبر من كده شوية الميجا فولت وده بيساوي عشرة أس ستة فولت الوحدات الصغيرة بقى اللي هي زي اللي فاتت بالزبط بالميلي فولت ده بيكون عشرة أس سالب ثلاثة من الفولت والمايكرو بيكون عشرة أس سالب ثلاثة طيب بعد إذن لكم لو سمحتوا نقب هنا شوية ونقول إيه الفرق ما بين القيمتين وليه حضرتك دلوقتي بتقول إن في حاجات بالكيلو بالميجا وبالجيجا وفي حاجات بالميل في المحطات التوليد وفي محطة المحولات اللي موجودة بتاعت الكهرباء بتلاحظوا حضرتكم إن القيم هناك بتكون كبيرة جداً وبالتالي أنا مش هينفع أقول لحضرتك 11 ألف فولت أمال هقول لك إيه لأ هقول لك 11 كيلو فولت إذن هنا أنا عشان عندي قيم كبيرة فأنا محتاج إن أنا أحط المشتقات دي عشان أقدر أسهل على نفسي عملية القراءة بدل ما هقول 6 مليون لا هقوله 6 ميجا فولت طيب عكسها الوحدات الصغيرة الوحدات الصغيرة موجودة معانا ولو حضرتكم متذكرين إحنا عندنا في بعض الدورة الإلكترونية بيلاقي إن قيم الطيارات والجهود فيها بيكون صغيرة جداً وبالتالي لازم نكون فاهم الفرق ما بين الاثنين ننقل مع بعضين ونكمل كلامنا على وحدات القياس هلاقي إن فيه وحدة جديدة اسمها الأوم الأوم هي وحدة قياس المقاومة الكهربية أنا بقيس المقاومة بوحدة الأوم علشان كده لما نحب نعرف الأوم نفسه إحنا بنعرف الأوم يا حضرات مش بنعرف المقاومة بنعرف الأوم اللي هي وحدة القياس بنقول فيها مقدار المقاومة الكهربية لموصل لما يتوصل معه مصدر جهد قيمته واحد فولت ويمر فيه طيار واحد أنبين من اللي قال الكلام ده بقى؟ أوم أوم قال إن فيه علاقة بتربط ما بين الجهد وما بين الطيار وما بين المقاومة فقال لو أنت عايز تعرف فرق الجهد إيه؟ أدرب شدة الطيار في قيمة المقاومة بتاعتك طب أنا في الحالة دي بسأل على حاجة تانية تسأل على إيه؟ بسأل على الأوم اللي هو وحدة قياس المقاومة لم نلف القانون أو نقلب القانون بتاعنا من خلال مسلس قانون أوم هنلاقي إن الأر بتساوي الفي على الأر يبقى إحنا في الحالة دي وصلنا لإن إحنا نقدرنا نحصل على قيمة المقاومة بتاعت الدائرة التاعتي طيب يبقى الأوم هنا بيساوي إيه؟ فرق الجهد على شدة الطيار فرق الجهد بيتقاس بالفولت شدة الطيار بيتقاس بالأمبير تمام؟ برضو هل فيه مشتقات؟ أكيد فيه قوانين بالنسبالي أنا هتطبق قانون أوم مباشرة هو اللي هيقدر يديني الناتج بتاعي بيقول لي إن الأر بتساوي الفي على الآي الأر اللي هي فرق الجهد والأي اللي هي شدة الطيار القيمة اللي هتخرج في الحالة دي الرقم اللي هيطلع بكتب قدامه كلمة أوم مهم جدا إن أنا أكتب وحدة القياس بتاعت الرقم اللي أنت حضرتك طلعته رقم أربعة الوات الوات هنا بيقيس القدرة الكهربية وبعد إذنكم هنا هنلاقي إن الوات هنا لما حاب يعرفه قال إنه هو قيمة القدرة الكهربية في دائرة كهربية الجهد بتاعها بيكون واحد فولت والطيار اللي مر بيها واحد أمبير إذا يعني أنت عايز تقول لي إن الوحدات دي مرتبطة بعضيها آه طبعا مرتبطة بعضيها لازم أن تكون دي وصلانا ونبقى فاهمين كويس جدا وعارفين إن شدة الطيار فرق الجهد المقاومة حتى القدرة كمان كلهم في الآخر مرتبطين ببعضيهم وأنا أقدر أحصل على واحد فيهم بمعلومية إخواته اللي هم البقية تمام طيب أنت في الوات دلوقتي عرفت قلت إيه قلت دائرة كهربية بيمر فيها طيار واحد أمبير وفرق الجهد على أطرفها واحد فولت إذن هنا الوات بالنسبة لي أقدر أقول إنه هو عبارة عن حاجة من الاثنين يأما تقول لي إن القدرة اللي هي البي هتساوي الآي في الفي أضرب جهد في طيار ده قانون يأما لو ما عندكش الجهد هتقول لي الآي تربيع في آر يبقى دي هنا بمعلومية الطيار وبمعلومية المقاومة الحالة الثالثة عن طريق الجهد وعن طريق المقاومة هقول له الفي تربيع على آر يبقى دول الثلاث حالات اللي أنا أقدر من خلالهم هحصل على قيمة القدرة بتاعتي يأما هضرب جهد في طيار يأما هضرب مربع الطيار في المقاومة يأما هضرب أنا آسف يأما هأسم الجهد أو مربع الجهد على المقاومة بتاعتي طيب حضرتك يا مستر بعد إذنك لو سمحت أنا هشتغل بأنهي قانون عادي جدا اشتغل بالقانون اللي يعجبك أنت هنا هيبقى موجود معاك معطيات في المسألة بتاعتك بناء على المعطيات أنت هتختار القانون اللي يتناسب معاك يعني مثلا لو أنا ما اديك المسألة بتاعتك بقولك معاك جهد وطيار هتستخدم أول قانون لو في المسألة الثانية مثلا اديتك جهد ومقاومة هتستخدم القانون الثالث وهكذا يبقى أن دلوقتي أنا بعرفك كل القوانين اللي من خلالها تقدر تحسب قيمة القدرة بتاعتك لكن حضرتك هتختار القانون اللي يتناسب مع المعطيات علشان كده يا حضرات احنا عايزين نكون متفقين مع بعضنا كلنا أن احنا لما نيجي نشتغل في الجزء بتاع المسائل أنا من المفترض أن أنا بحطه قدامي كل المعطيات اللي ادهالي في المسألة وكمان بكتب معاها المطاليب علشان أقدر أحدد القانون المناسب اللي أنا هشتغل به أو اللي أنا هشتغل عليه طيب نرجع تاني للواط نقول أن الواط بتاعي بالنسبة اللي أنا كتب أتكلم عنه ممكن أضيف عليه الزمن هيديني وحدة جديدة اسمها وحدة قياس السهلاك الطاقة الكهربائية ودي هنا بنسميها كيلو واط ساعة بيقول لي هنا في الحالة دي بيتكلم على وحدة جديدة خاصة بحاجة جديدة اسمها الطاقة الكهربائية امزكوا كده الإصال بتاع الكهرباء اللي بيجينا آخر الشهر من المحصل من شركة الكهرباء بيجيب لنا الإصال فبيقول لي أنت عليك مثلا يعني 100 جنيه وبيقول لي أن أنت استهلكت في الشهر ده مثلا 100 كيلو واط يبقى إحنا هنا عملنا إيه؟ حطينا حاجتين إسنا قدرة كهربية اللي هي 100 كيلو واط اللي أنا استهلكتها وربطتها بالزمن قال لي الشهر ده يعني في خلال التلاتين يوم اللي أنا بتكلم عنهم إذن هنا القدرة لما أبدأ ربطها بالزمن هتديني حاجة اسمها الطاقة المستهلكة دايما وآبدا دايما وآبدا حتى لو هو ما طلبش إحنا بنعمل كده يا حضرات دايما وآبدا بنتعامل مع القدرة بتاعتنا أن هي دايما بيكون طالعة أو بنحسبها أو بنطلعها بحاجة اسمها لإيه؟ بحاجة اسمها الكيلو واط ساعة ودي الوحدة التجارية اللي إحنا بنتعامل بيها أو اللي إحنا بنتعامل معها يبقى هنا شركة الكهرباء بتاعتنا اللي إحنا بنتكلم عنها دي واللي إحنا عمالين نقول دايما فيها أن هي هتحاسبنا هتحاسبني على قيمة استهلاك للقدرة الكهربية في زمن مقداره سي كذا شهر مثلا اللي أنا استهلكت فيه القدرة بتاعتي طيب بعد إذنك لو سمحت عايزين نعرف القانون بتاعتها هنحسبه إزاي أو إزاي نطلع القيمة بتاعتنا الكيلو واط ساعة يبقى عن إيه؟ كيلو واط يبقى قدرة طيب والساعة اللي هو الزمن بتاعي آه يبقى أنت هنا عايز تقولي أن الكيلو واط ساعة اللي إنت بتتكلم عنه ده تمام؟ هيساوي القدرة اللي هي عبارة عن حصل ضرب الجهد في الطيار وهضربه كمان في مين؟ في الزمن طيب أنا بعد إذنك لو سمحت ممكن أحتاج في بعض الحالات أني أقسم على الزمن بتاعي أقسم على ألف ليه؟ علشان القدرة ممكن تكون طالعة بالوقت وأنا عايز أحولها إلى إيه؟ إلى الكيلو واط نشوف الكلام ده مع بعضنا دلوقتي هنلاقي مع بعضنا أنه في المسألة بتاعتنا هناخد مثال بيقول فيه جهاز كهرابي إذا جهد تشغيل 220 فولت عند تشغيله بيمر فيه طيار مقداره 2 أمبير يبقى المعطيات اللي عندي إيه؟ أن الجهد بتاعي 220 وإن الطيار بتاعي 2 أمبير إيه المطلوب؟ رقم واحد عايز مني القدرة بتاعت الجهاز احسب القدرة هنا ما أحدد ليش هل أحسب القدرة بتاعتي بالواط ولا هل أحسب القدرة بتاعتي بالكيلو واط طالما ما أحددش أنا هسيب لك إنت الحرية لكن لو طلب الطاقة لازم أن أطلعها بالكيلو واط ساعة وبالتالي لازم أن أحول القدرة بتاعتي إلى الكيلو واط طيب نشوف المطلوب الثاني مع بعضينا المطلوب الثاني هنا بيقول لي قيمة الاستهلاك الكهرابي خلال زمن مقداره 20 ساعة مقداراً بالوحدة التجارية يقصد يقول إيه بكلمة مقداراً بالوحدة التجارية؟ يعني عايز حضرتك تطلعه بالكيلو وات ساعة حتى يا مصر لو كان مديني القدرة بالوات آه حتى لو كان مديني القدرة بالوات طيب نبدأ في الأول خالص نحسب أول مطلوب هنقول فيه أن قدرة الجهاز بتاعي اللي هي هنسميها البي هتساوي فرق الجهد اللي هو البي مضروباً في شدة الطيار اللي هو الار طيب من المسألة هنا بيقولي البي بتساوي كام ها؟ البي هنا بتساوي 220 فولت تمام كده؟ حضرتك فيه شدة طر بكام؟ ب2 أمبير حضرتك ب2 في 220 الصفر ينزل و2 في 22 تطلع بكام؟ برافو عليكم أحسنته تطلع ب44 يبقى هنا 440 وات مهم جداً 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 يا حضرات الوحدة عندي لازم أن حضرتك تكون تكتب لي الوحدة القياس يعني أنت بتيس قدرة فلازم أن تقولي الناتج اللي طلع قدامي ده يطلع بالإيه؟ يطلع بالوحد المطلوب الثاني عايز مني الطاقة المستهلكة طيب تعالوا في تكري القانون احنا لسه إيليهم شوية ها حد يقول معي القانون الكيلو وات ساعة تمام بيساوي فرق الجهد مضروب في شدة الطيار مضروب في الزمن بتاعي يبقى أنا دلوقتي لو ضربت جهد في طيار هيديني القدرة وضربتهم في الزمن الداني الزمن بتاعي طيب نعود مع بعض كده ها؟ فرق الجهد بكام؟ تمام برافو عليكم لسه إيه لها فوق؟ مئتين وعشرين شدة الطيار باتنين أمبير هضربهم في عشرين لأنه أنا في المسألة بيقول لي احسيب لي قيمة الاستهلاك بتاعي في زمن مقداره عشرين ساعة إذن هنا أنا ضربت إيه في الزمن اللي هو بعشرين طيب يا مصر بعد إذنك ليه حضرتك دلوقتي أسمت على ألف مفيش ألف خالص في المسألة وإنت قلت أن أنا هاخد المعطيات اللي موجودة عندي في المسألة بتاعتي وهبدأ أشتغل بيها أو هبدأ أشتغل عليها بص يا حضرات أنا اتفقت معاكم وقلت أنه هو هنا لازم نحقق له طلبه فهو هنا في الطلب بتاعه وقال لي أن أنا عايز قيمة بتاعت الاستهلاك بالوحدة التجارية والوحدة التجارية شركة الكهرباء بتحسبنا بالكيلو واط ساعة وبالتالي لازم نحولها إلى الكيلو واط عشان أحول من الواط إلى الكيلو واط أسمت على ألف وبالتالي ضربت الثلاث أرقام دولف بعضيهم طلعت بكام وأسمتهم على الألف طلعت معايا بتمانية وتمانية من عشرة كيلو واط هاور يعني كيلو واط في الساعة إذن هنا قدرت من خلال المسألة بتاعتي أحسب قيمة الطاقة المستهلكة في المثال اللي هو كان من دهولي بعد إذنكم ممكن مع بعضينا يكون معنا وراء أو ألم وإحنا بنتابع مع بعض الحصة بتاعتنا علشان نقول دلوقتي لو نفس المثال ده بس احنا غيرنا في الأرقام هستأذنكم اكتبوا معايا بعد إذنكم نفس المثال ده بالضبط كده وهخلي قيمة الجهد بتاعي 200 فولت وهخلي قيمة شدة الطيار هتكون ب5 أمبير وهقول لحضرتك احسب لي حالتين الحاجة الأولينية عايزك تحسب لي القدرة المستهلكة رقم 2 عايزك تحسب لي الطاقة في زمن مقداره 50 ساعة يبقى ده أول وإحنا ماشيين واحدة واحدة كده كل جزئية هندى عليها سؤال وحضرتكم هتحلوا الأسئلة دي وهتبدأوا إن شاء الله تنزلوها على قناة مصر للتعليم الفني اللي موجودة على اليوتيوب يبقى المثال مرة تانية قلنا هقول إن أنا عندي في الدائرة بتاعتي مصدر الجهد بتاعي 200 فولت شدة الطيار 10 أمبير حضرتك مطلوب منك تحسب لي القدرة ثم تحسب لي الطاقة والطاقة هنا هتحسبها لي في زمن مقداره كام 50 ساعة مقدارا بالوحدة التجارية يعني زي ما طلعناها كده بالكيلو واط ساعة أدي ده أول تقويم وإحنا ماشيين مع بعض في الحصة أخدناه مع بعضين طيب نكمل كلامنا كده مع بعضين هنبدأ نتكلم على تصنيف أجهزة القياس لما تكلم على تصنيف أجهزة القياس قال إيه أول تصنيف قال في أجهزة اسمها أجهزة قياس بالمقارنة أو أجهزة غير مباشرة أنا بقارن حاجة بحاجة في الحالة دي بيقول إن هي بيكون أجهزة يمكن من خلالها مقارنة كمية بكمية أخرى من نفس النوع زي القنطرة بتاعة المقاومات وهنا بالحالة دي بيستخدمها عشان تبقى محتاج إلى دقة قياس عالية جدا في عملية القياس يبقى حضرتك دلوقتي لو عايز تقارن يعني إيه عايز تقارن يا مصر هدهلك بالبلد بالمثال بسيط جدا حضرتك دلوقتي عايز تجيب كيلو طماط بتعمل إيه؟ بتناق شوية وتحطوهم في الميزان بتاعك وتيجي الناحية التانية في الكفة التانية بتجيب كيلو حديد وزنه حتة حديدة وزنها كيلو جرام وتحطها في الكفة التانية لما الكفتين يتساووا بيبقى هنا أنت تأكدت أن مقدار التماطم اللي موجودة في الكفة بتاعتك بكام بكي واحد كيلو جرام يبقى هي الفكرة هنا أن أنا قدرت أحصل على القمة اللي أنا محتاجها في الوزن بتاعي طيب نرجع نكمل تاني ونقول أن في التصنيب بتاعي بيقول أن في أجهزة بيسميها أجهزة القياس المباشرة من اسمها الأجهزة دي أجهزة بشرة بتديني كمية المجهولة بصورة مباشرة زي مين؟ زي الأميتر، زي الفلتاميتر، زي الواتميتر، وده شكل زي الموجود قدام حضرتكم يعني إيه يا مصر؟ جهاز قياس مباشر ويعني إيه بيديني القياس بتاعي بطريقة مباشرة يعني حضرتك دلوقتي بمنطقة البساطة لو جبت جهاز أميتر زي الموجود معاكم ده هتلاقي حضرتك أنك خدت الطرفين بتوعه ووصلتهم على مصدر الطيار هيديك القيمة بتاعتي وبالتالي هنا قدرت أحصل على قيمة التوصيل بتاعتي مجرد ما وصلت الجهاز داخل الدائرة بتاعتي واخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا معايا حضرات إن كلمة جهاز الفولت ميتر أو الواط ميتر أو القوم ميتر وهكذا هتلاحظوا دايما إن هي مش كلمة واحدة دول كلمتين فولت ودي واحدة قياس الجهت وإحنا عارفينها ميتر كلمة بالإنجليش معناها بالعربي جهاز يبقى هيمة على بعضها معناها الجهاز اللي بيقس لي الجهت أو الجهاز اللي بيقس لي الطيار أو الجهاز اللي بيقس لي الواط وهكذا إذن هنا عشان معلومة لنا نكون فاهمينها إن كلمة الفولت أميتر عبارة عن كلمتين إحنا ضمناهم مع بعضيهم عشان تديني اسم الجهاز اللي أنا بشتغل فيه في الدايرة بتاعتي طيب نكمل كلامنا تاني نقول مع بعضينا إن الجهاز اللي أنت شايفه دلوقتي قدام حضرتك ده شايفين الجهاز ده كده تمام الجهاز ده حضرات عبارة عن إيه عبارة عن جهاز أميتر تمام بيشتغل على الطيار المتردد والطيار المستمر عبارة عن مؤشر وتدريج وبالتالي مجرد ما أنا هوصله في الدايرة بتاعتي هتلاحظوا حضراتكم إنه ها يديك القيمة مباشرة المؤشر يتحرك على رقم وليكن مثلا سيه خمسة يبقى أنا هنا بقول إن الجهاز بتاعي أسلي خمسة أمبر طيب نكمل كلامنا ونقول إن أنا أجهز القياس المباشرة لها مميزات أول حاجة بيقول لي سرعة إعطاء الكمية المجهولة يعني مجرد ما وصله في الدايرة مباشرة بيديني القيمة بتاعتي أنا مش محتاج إني أحسب القيمة يعني مش هاخد الرقم اللي ظهر على الشاشة بتاعتي وأدخله في عملية حسابية أو في قانون عشان يقول لي في الآخر القيمة كذا تمام وبالتالي من هنا خارط اسم أو مصطلح أجهزة القياس المباشرة كلام ده بينطبق على الأميتر ينطبق على الفولتاميتر وينطبق على الواطميتر طيب بعد إذنك لو سمحت حتة بس برة كده من فضلك لو أنا دلوقتي ما عنديش في الدايرة بتاعتي غير أميتر وفولتاميتر هما دول الجهازين اللي أنا أمتلكهم وإنت طلبت مني أني أحسب لك قيمة القدرة بتاعتي اللي هي البي تمام؟ هحسبهم إزاي ما عنديش واطميتر في الحالة دي كل اللي أنا هعمله إن أنا هقيس شدة الضيار لوحدها بالأميتر وهقيس فرق الجهد بالفولتاميتر يبقى هنا عند قيمة للطيار وقيمة المين وقيمة للجهد القيمتين دول هدخلهم في القانون اللي خدته من شوية اللي كان بيقول فيه حضرات كان بيقولها إن البي بتسوي الاي في الفي لما أدخل القيمتين دول ودخلهم في عملية حسابية هيحسب لي في الآخر قيمة الواط أو قيمة القدرة بتاعتي إذن هنا خلينا نكون متفقين مع بعض إن هنا بيكلمني على القدرة الكهربية هحسبها ولكن حسبتها بطريقة غير مباشرة لكن لو كنت بحسب الجهد أو الطيار كنت بأخذهم بقيمة مباشرة عن طريق الإراءة الموجودة على جهاز الأميتر أو جهاز الفولتاميتر نكمل كلامة مع واضينا ونقول إن رقم 2 من ضمن المميزات سرعة الاستخدام أنا مجرد ما بوصل الجهاز بوصل الأميتر أو الفولتاميتر يظهر للقيمة بباشرة في جزء من الثانية وبالتالي يبني هنا وفرت النفسي الحماية الكاملة تمام رقم 3 سهولة الاستخدام هنتفق مع بعض والكلام ده هناخده إن شاء الله فيما بعد في الرسم الكهرابي هنلاقي إن كل جهاز منهم ليه طريق التوصيل يعني سي مثلا يعني الأميتر هتلاقي إن انت بتوصله على التوالي يعني إيه بوصله على التوالي بوصله على التوالي معناها إن أنا بوصل ملف الابتدائي بتاعي معايا وببقى جزء من الدائرة بيمر فيه الطيار وده طبيعي جدا لإن لازم أن يمر الطيار جوه الجهاز عشان يقدر يقول لي قيمة الطيار بتاعك قد إيه؟ عكس الفلتاميتر الفلتاميتر بيتوصل على التوازي يعني يعني التوازي يأخذ طرف من الموجب وطرف من السالب أو هنقولها بطريقة تانية من اللاين ومن النيوترال اللي يبقى كل جهاز هنا ليه طريق التوصيل معينة مش كلهم بيتوصل بنفسك كيفية أو بنفس الطريقة في الدائرة المطلوب إن أنا أعرف الجهاز بتاعي بتوصل إزاي عشان أقدر أخذ قيمة صحيحة لعملية إيه؟ لعملية القياس نكمل كلامنا هنقول بعد كده إن النوع التالت اسمها أجهزة القياس التسجيلية طيب ماشي أكيد الإسم نفسه اللي تقال ده جاي من خاد المصطلح بتاعي من الحاجة اللي بيقوم بيها أو النظرية العمل اللي بيشتغل بيها حاب يعرفها فقال إن هي زي أجهزة البيان بالضبط نفس الأجهزة اللي فاتت من حيث نظرية التشغيل يعني بتشتغل بنفس كيفية أو بنفس الطريقة لكن كل الحكاية هنا إنه بيشيل المؤشر بنستبدل المؤشر اللي كان بيتحرك على التدريق وبنحط مكانه مجموعة من التروس التروس دي بتكون متناسبة في الحركة مع الزمن يعني لها علاقة بتكون مرتبطة في الزمن عشان إيس الكمية الكهربية زي مين بقاها؟ زي العداد الكهربية اللي موجودة عندنا في البيان حضراتكم لو هتلاحظوا حضراتكم هنا هتلاقوا إن العداد الكهربية ده القرس اللي موجود اللي بيكون موجود معايا مجرد ما أنا أبدأ أشغل أي جهاز أو آلة عندي في البيت بيبدأ القرس ده يبدأ تعمل عملية الدوران ولما القرس بتاعي يبدأ يدور بيحرك مجموعة التروس دي كل ترسل من دول بيكون بيمثل عشر أرقام من صفر لتسعة أول ما الخانة الأولى اللي هي في الأحد يكمل التسعة يبدأ يرجع للصفر تاني بس في الحالة دي بيكون حرك الرقم اللي بعده وهكذا عشان يقدر يديني القيمة بتاعتي يبقى أنا هنا يا حضرات قدرت أعرف من خلال الجهاز بتاعي آخر الشهر أنا سهلت قيمة الدقيق قيمة الكهرباء اللي أنا سهلتها في البيت أو في المنزل بتاعي طيب النوع الرابع اسمها الأجهزة الرقمية الأجهزة الرقمية أجهزة إلكترونية بتعمل على تحويل القيمة إلى نبضات قياسية بندخلها على عداد إلكتروني العداد ده بيزهر لي القراءة على الشاشة بتاعتي هل الكلام ده موجود؟ آه طبعا موجود وبنشتغل به أو بنشتغل عليه هتلاحظوا حضراتكم أن الأجهزة دي زي جهاز الأفو ميتر الجهاز ده بيقى موجود معايا وأقدر من خلاله أوصله في الدائرة بتاعتي ما بيبقاش عندي مؤشر ما عنديش تدريج ولا عندي ريشة بتساجل على ورقة زي الأجهزة التسجيلية أو أرس معدني ولكن بيبقى عندي شاشة فبقى محتاج محول يحول لي داخل الجهاز عشان يحول القيمة التنظرية لأسهل الجهد أو للطيار أو حتى للقوم يحولها لي إلى قيمة تظهر أو رقم يزرع على الشاشة بتاعتي ده أفضل وأحسن جهاز موجود بالنسبة لي لأن حضراتكم لما تيجوا معايا دلوقتي وتشوفوا المميزات هتلاقوا أن الجهاز ده بالنسبة لي أول ميزة فيه أنه سهل في عملية الاستخدام يعني إيه سهل في عملية الاستخدام؟ سهل جدا لأنه بيجمع ما بين أكتر من جهاز وفي نفس الوقت بيدين القيمة بباشرة رقم اثنين دقيق جدا في عملية القياس يعني إيه دقيق في عملية القياس؟ يعني لما الرقم يظهر لي بيقول لي مثلا خمسة واربعة من عشرة أمبير لكن هناك في المؤشر كان ممكن يقول لي القيمة ما بين خمسة واربعة أنا معرفش هي خمسة واثنين خمسة وثلاثة أنا مش عارف القيمة كان بالظبط إذن هنا ما عنديش حتة أن أنا هخمن الرقم يقيمة خمسة يا خمسة ونص في الأجهزة اللي كان موجود فيها المؤشر والتدريك لكن في الجهاز الرقمي أنا عندي شاشة الشاشة دي ظاهر عليها رقم الرقم ده مش محتاج أن أنا هقولها خمسة يا ستة هو الرقم الكاتب قدامي خمسة علامة ستة من عشرة يبقى بقوله خمسة وستة من عشرة أنا بقيس جهد يبقى بقوله خمسة وستة من عشرة فولت تمام؟ طيب الأجهزة الرقمية دي فيها ميزة كمان إن هي خالية من الأخطاء البشرية يعني إيه خالية من الأخطاء البشرية؟ هل هنا ممكن يكون عندي الفن أو المختص بعملية القياس باصص على الشاشة بتاعتي اللي هي فيها مؤشر وتدريك من الجام وبالتالي ما قامش بعملية القياس بطريقة صحيح لكن لو أنا بتكلم على أرقام هتلاقى حضرتكم من الأرقام دي رقم ظاهر عادي جداً ما فيش مشكلة فيه وبالتالي لو أنا قريته بشكل عمودي هي هيها اللي أنا قريته بشكل إيه؟ بشكل مالي يبقى هنا المشكلة اللي كانت موجودة معايا في الجزء الأولاني أنا تخلصت منها في عملية الأجهزة الرقمية إيه كمان؟ بتتأثر بدرجات الحرارة؟ المفروض إن إحنا إننا نقول لها تتأثر بدرجات الحرارة لأن إحنا لازم أن نكون عارفين إن هنا ما عنديش الحاجة اللي تكون موجودة معايا وتأثر عليها بصورة كبيرة نخش بعد كده يا حضرات على آخر حاجة ليست بها أخطاء زي ما قلت أخطاء القياس اللي هي الجهاز مايل أو العنصر البشرة اللي يقيس بطريقة مش مزبوطة ما بقيتش موجودة معايا طيب هنصنف الأجهزة كمان تبعا لنوع الكمية المراد قياسوها زي إيه؟ عملناهم في صورة جدول شكله بسيط عشان نقدر نبص عليهم هنمشي واحدة واحدة مع بعضينا كده هنا عملت في الجدول بتاعي قلت الكمية اللي أنا عايز إيسها الجهاز بتاعي اللي هيقيس الكمية دي إيه؟ والرمز اللي أنا هستخدمه بدأنا بالطيار لو حضرتك عايز إيس شدة الطيار بالجهاز اللي هيستخدم اسمه الأميتر في ناس بتسميه لإسم العلمي بتاعي اللي هو اسمه الأمبيروميتر اللي اتنين صح بس احنا بنختصر هنا في كلمة إيه؟ الأميتر الأميتر ده برمزه زي ما في الدائرة بتاعتي بالرمز إيه؟ يبدأ ده أول حاجة رقم اتنين فرق الجهود الكهربي أو هنقولها بطريقة تانية لإيه؟ الجهود الكهربي الجهود الكهربي الجهاز اللي مسؤول عن عملية القياس اسمه جهاز الفولتاميتر طيب الفولتاميتر حرف ال-V هو أول حرفة في الكلمة بتاعتي وبالتالي هارمز للجهاز بتاعي بالرمز V رقم ثلاثة القدرة القدرة هنا بتتقاس بحاجة اسمها جهاز الواط میتر الواط هي وحدة القياس وميتر هي كلمة جهاز إذن هنا الواط حرف ال-W اللي هو أول حرف من الحروف بتاعتي خلي بالكم القدرة ممكن ينصلها بدل ال-W بالرمز-B اللي هي باور او الحرف من كلمة باور يعني قدرة كهربية. ايه كمان? الطاقة بقى. الطاقة اللي بدي سهلكها في البيت عندنا. الطاقة دي بتاعتي بيسهب جهاز اسمه العداد الكهوربي. العداد اللي موجود عندنا كلنا في البيت. طيب واحدة تقياس بتقول ايه? كيلو وات هورس. يعني كيلو وات لكل ساعة. ايه كمان? المقاومة. المقاومة الكهوربية بيسهب جهاز اسمه الأوميتر. جهاز الأوميتر. حضراتكوا عارفين علامة القوم اللي هي عاملة زي الحالة المقلوبة كده دي هنا معناها ان أنا بقيس قيمة المقاومة بتاعة الدايرة بتاعتي التردد وده بيكون جهاز قياس التردد بنسميه من قياس التردد وهنا عشان التردد بالانجليش فريكوانسي اول حرف منها حرف الف يبقى انا هقول هنا حرف طيب الساعة الكهربية الساعة الكهربية هنا بالنسبة لي هتكون بالفراد جهاز بجهاز فراد ميتر وهنا الساعة اللي هي كبسيف هتكون حرف C إذن هنا كل قيمة من دول هتلاحظوا حضراتكم إن هي بتاخد أول حرف من الوحدة أو من الجهاز بتاعي نكتب مع بعضين لو سمحتوا سؤال كمان في الجزئية دي الجزئية اللي فاتت في الجزئية دي كمان هنقول رقم 2 السؤال التاني أذكر مميزات الأجهزة الرقمية أذكر مميزات الأجهزة الرقمية يبقى ده السؤال كمان حضراتكم هتجاوب عليه وهتخطوه في التعليقات طيب نكمل كلامنا بعد كده بعد معرفنا الوحدة والجهاز اللي مستخدم هنشوف حاجة جديدة ألا وهي الرموز بتاعتي فاكرين لما كنا بنتكلم مع بعضين على الأمبير فكنا بنقول إن فيه وحدات كبيرة منه اللي هي كانت الكيلو وفيه وحدات صغيرة تمام اللي أنا كنت بقوله ما كانش مرتبط بس بالأمبير أو بالفولت أو بالوط لا طبعا هو مرتبط بأي قيمة حضرتك بتقسها بالنسبة لي كلمة ميجا وكيلو وجيجا دي بتبقى بالنسبة لي عبارة عن أرقام ما هياش وحدات قياس ازاي يعني لما قولك كيلو أمبير يبقى حضرتك دلوقتي أمبير ده وحدة القياس والكيلو ده رقم معناها اضرب الرقم بتاعك في ألف أو في عشرة وستثلاتة وهكذا يبقى كل واحدة من دول معناها المفروض في المسألة بتاعتي هشيل الكلمة دي وحط مكانها الرقم بتاعي نبدأ طيب من الكبير هنقول إن أكبر حاجة عندي هنا بعد الصفر اللي هي عشرة وستثلاتة وده بيكون الكيلو سواء زي ما قلت كيلو أمبير كيلو وات كيلو فولت أي إن كانت القيمة اللي أنا حتى كيلو جرام حتى بيكون ألف برضو تمام رقم اتنين الميجا والميجا هنا دايما برمز لها في المسائل بتاعتي بالم كابيتل يبقى الكيلو كابيتل والميجا م كابيتل خلي بالك عشان لسه عندي م تاني تحت في الملي في الصغير عشان كلا هنا بقول م كابيتل تمام طيب الميجا كام عشرة وست ستة أيوة اللي هي كام يعني اللي هي مليون أكاني دربت في واحد وقدامه ست صفار يبقى القس ده عبارة عن عدد الأصفار اللي موجودة قدام الواحد طيب في أكبر منها طبعا الجيجا والجيجا دي برمز لها بالجي كابيتل برضو اللي هي عشرة وست تسعة يبقى أنا هنا عندي الكيلو عشرة وست ثلاتة عندي الميجا عشرة وست ستة وعندي الجيجا عشرة وست تسعة في أكبر منها آه التيرة ودي بتكون عشرة قس تناشر برمز لها بالرمز تي كابيتل يبقى لو لاحظنا حاجة دلوقتي في كل الكبار اللي هو القس موجب كلهم القس بتاعهم موجب رقم اتنين إنه كلهم حروفهم كابيتل عكس مين عكس القيم الصغير طيب القيمة الصغيرة زي إيه زي الميلي ميلي أمبير ميلي فولت ميلي واط أي إن كان الميلي بتاعي برمز بالرمز م سمول وفي الحالة دي بقول إن قيمته بتكون عشرة وست سالب ثلاتة يعني إيه عشرة وست سالب ثلاتة يعني واحد على ألف من الميلي أو من الأمبير أو من الواط تمام في أصغر منه آه المايكرو والمايكرو هنا بيكون عشرة وست سالب ستة طيب الرمز بتاعه عامل إزاي زي ما يكون م كده بس برجل واحدة حرف لاتيني زي ما يكون عامل زي الإيمي بس برجل إيه برجل واحدة النانو النانو ده بقى إن بس إن سمول وده بيكون قيمته بعشرة وست سالب تزعة البيكو بيكون بي ولكن سمول عشرة وست سالب إتناشة يبقى إحنا إنا دلوقتي اتكلمنا على القيم بتاعتي وقلنا إن إحنا عندنا وحدات كبيرة وعندنا وحدات صغيرة الوحدات الكبيرة الكيلو عشرة وست ثلاثة الميجا الجيجا التيرة كل مرة بزود ثلاثة الوحدات الصغيرة اللي هي الميلي والمايكرو والنانو وهكذا هستفيد إيه بالحاجات دي في المسألة بتاعتي أنا أستفدت إيه لما أجي في المسألة أقول لك مثلا عندك بيمر طيار شدته مثلا خمسة ميلي أمبير ما تخذش الطيار في المسألة وتقول لي خمسة في كذا لا غلط أما تقول إيه أقول خمسة في عشرة قصة سالب ثلاثة أو أقول خمسة على ألف أو أقول خمسة من ألف يبقى هنا هشيل كلمة ميلي وحط قيمتها اللي هي عشرة قصة سالب ثلاثة كده وصلت نفس الكلام ينطبخ على المايكرو على النانو على الكيلو سواء كاتل وحدات دي وحدات صغيرة أو وحدات كبيرة طيب بعد إذنك لو سمعت هل الكلام ده ينطبخ على كل الوحدات اللي احنا أخدناها من شوية أيوة هينطبخ على كل الوحدات اللي احنا أخدناها من شوية تمام تمام نكمل كلامنا تاني ونشوف مع بعضينا هنا بقى هبدأ أصلنا في الأجهزة التحتي تبعا لطريقة التشغيل يعني إيه نظرية التشغيل يعني الجهاز بيشتغل إزاي كيفية عمل الجهاز نظرية تشغيله أول نوع أجهزة اسمها أجهزة قياس ذات الملف المتحرك الاسم واضح صح ملف متحرك الجهاز كله هيكون مبني على أن يكون جواه ملف متحرك لما حاب يتكلم عن الجهاز ذا قال إيه قال إن بتعتمد نظرية عمل الجهاز ذا على التأثير المتبادل اللي بين المجال الناشئ في الملف المتحرك والمجال الناشئ من المغناطيس الدنيا يبقى أنا هنا عندي كم حاجة عندي حاجتين عندي مغناطيس وعندي ملف ما بين الاتنين بيتولد مجال مغناطيسي مجال خاص المغناطيس ومجال خاص بالملاف بتاعي المحصلة بتاع الاتنين بيبدأ يحصل ما بينهم تأثير التأثير ده هو اللي بيحرك الملف بتاعي النوع ده من الأجهزة يا حضرات بيستخدموه مع الطيار المستمر فقط إيه ده يعني أنا الجهاز ده ما أقدرش أستخدمه وستفيد دي فيه الطيار المتردد لا إحنا كمان شوية هنعرف إن إحنا لما بنصنف أو بنتكلم هلأ إن فيه حاجات تنفع مع الطيار المستمر فيه حاجات تنفع مع الطيار المتردد فيه أجهزة بتكون عندها الميزة إن هي تشتغل على كلا الطيارين طيب لو أنا حطيت الجهاز في طيار مش بتاعه ممكن الجهاز يتحرق أو على الأقل لو ما تحرقش الجهاز بتاعك هيعمل لك مشكلة فيه الدائرة بتاعتك غير إنه أصلا مش هديه قيمة اللي أنت حضرتك كنت بتقس علشان كده لازم أن نبص كويس جدا على الجهاز ونبص على الشاشة بتاعته عشان نعرف منه هو بيقيس طيار متردد ولا بيقيس طيار مستمر ولا بيقيس كلا الطيارين وهذه نقطة مهمة جدا عايزين نكون عارفين طيب لو سمحت أنا ما عنديش غير الجهاز ده ومحتاج منك دلوقتي إن أنت توفر لي حل علشان أقيس معاه الطيار المتردد نعمل إيه عادي جدا هضيف له موحدات عشان تحولي الطيار المتردد إلى طيار مستمر وفي الحالة دي الطيار اللي هيدخل هابقى برضى طيار مستمر وما يعمليش أي مشاكل داخل الجهاز بتاعي تمام كده يبقى هنا بنتكلم على جهاز قياس عايزة الملف المتحرك عرفتناه عرفت نصريات العمل بتاعته وعرفتنا نستخدمه إزاي وقالنا بما إنه بيصدم في الطيار المستمر ممكن أحل المشكلة دي في إن أنا أحط موحدات عشان أستخدمه مع الطيار المتردد الجهاز الثاني اسمه إيه أيها برافو عليكم اسمها أجهزة قياس ذاتا القلب الحديدي المتحرك جهاز القياس ذو قلب الحديدي متحرك يبقى هنا بالنسبة لي عكس العملية هناك كان الملف متحرك والقلب هو السابط هنا العكس خلا القلب متحرك وبالتالي الملف هيدكون سابط نظرية العمل بتعتمد على بتعتمد نظرية عمل الجهاز على التأثير المتبادل اللي ينشأ ما بين المجال المغناطيس بتاع الملف و بتاع القلب الحديد المحصلة بتاع المجالين دول هي اللي بتعمل لي التأثيرات اللي بتخلي الجهاز بتاعي يتحرك عشان ييسل القيمة المطلوبة خلي بالك ان ميس الجهاز ده انه يستخدم في كلا الطيارين يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي تقدر تستخدمه مع الطيار المتردد وطيار المستمر رقم ثلاثة أجهزة القياس الكهروديناميكي أجهزة القياس الكهروديناميكي الأجهزة دي حضرات لما تكلم عنها قال ان هي أجهزة قياس بملفين واحد فيهم بيكون ثابت والتاني بيكون متحرك هنعمل هنا الصوبة بعد اذنكم ونبدأ مع بعضنا نفتكر كده ان احنا عندنا ثلاثة أنواع من الأجهزة النوع الأولاني كان القلب الحديد المتحرك فيه ملف متحرك فيه عندي أجهزة القياس الكهروديناميكي هتلاحظوا حضراتكم دايما ان انا بسمي الجهاز باسم العنصر المتحرك ليه؟ لان لما يكون الملف المتحرك أنا بثبت أصلا المؤشر عليه المؤشر اللي بتحرك على التدريج بثبته على الملف المتحرك أو القلب الحديد المتحرك وبالتالي هنا قدرت أحصل على اللي أنا عايزه من القصة بتاعتي لكن الجهاز ده أو النوع ده من الأجهزة اللي هو الجهاز التالت عندي فيه ملفين ما عنديش قلب حديد أو ما عنديش مغناطيس عندي ملفين بثبت واحد وبحرك الملف التاني اللي بيكون برضو مثبت عليه المؤشر اللي بتحرك قدامي على التدريج نكمل مع بعضينا النوع اللي بعد كده اسمه أجهزة القياس الفيرو ديناميكية ايه بقى ده؟ الملف ده أو النوع ده من الأجهزة بيكون فيه ملفين واحد فيهم ثابت والتاني بيكون متحرك بس خلي بالك أن عندي كل واحد فيهم بيكون ليه القلب الحديد اللي خاص به يعني كل ملف منهم ليه قلب حديد خاص به وده بيخلي الفيض المغناطيسي بتاعي بيزيد داخل الجهاز بتاعي يبقى هنا دلوقتي أنا بغير بعض الحاجات كل جهاز بغير فيه شوي زي ايه؟ زي أن أنا هنا الجهاز زي الجهاز اللي فات لكن هنا حطيت لكل واحد فيهم قلب حديد للملف بتاعي وبالتالي بدأ يزود لقيمة الفيض المغناطيسي اللي موجود داخل الجهاز طيب ده مفيد آه طبعا ايه الاستفادة بتاعته ها؟ بيؤدي إلى زيادة عزم الدوران وخلي بالك النوع ده من الأجهزة بيستخدم فيه الطيارين يعني يستخدم مع الطيار المستمر ويستخدم مع الطيار المتردد طيب هل فيه عيوب؟ طبعا فيه عيوب ايه العيوب بتاعته؟ أنه الدقة بتاعته بتكون صغيرة وكلام ده في حاجة للمقيمة أحمال صغير طيب يبقى أنا هنا دلوقتي قدرت أدرس الجهاز عرفت النظرية عمله كمان عرفت مميزاته أنه بيستخدم مع الطيارين وعرفت عيوبه أن الدقة هنا بتكون صغيرة ممكن حد ممكن يقولي بعد إذنك لو سمحت يا مستر بما أن الجهاز دقته صغيرة أنا مش هستخدمه لأنه في الآخر مش هديني قيمة صحيحة لعملية القيهز لا طبعا أنا مش دايما هايز قيم صغيرة أنا دايما عندي قيمة مختلفة وبالتالي أنا بيبقى عندي أكتر من جهاز بس أنا عايز أعرفك المميزاته العيوب عشان تعرف إمتى حضرتك تستخدم كل نوع من الأجهزة دي وتقدر تستفيد بالمزايا اللي موجود فيه وكمان تقدر تتجنب العيوب اللي احنا كنا بنتكلم عنها تمام نرجع نكمل تاني فيه أجهزة اسمها أجهزة القياس استنتاجية أو هنسميها أجهزة القياس الحسي تمام الأجهزة دي لما حاب يتكلم عنها قال إن هي أجهزة لها عدة أطراف حاملة للطيار الكهرابي والطيار ده بيولد طيار بالتأثير بتكون بنسميها احنا طيارات الدوامية وفيه ناس ثانية بيسموها الطيارات الإعصاري خلي بالك إن الطيارة دي تتولد داخل المجموعة المتحركة اللي موجودة في الجهاز بتاعي وبتعتمد هنا نظرة التشغيل بتاعي على التأثير اللي يكون متبادل ما بين المجالات المغنصية اللي موجودة في الملفات الحاملة للطيار تمام طيب عايزين أعرف حاجة مهمة جدا يا حضرات هل الجهاز ده بالنسبة لي هيكون من الأجهزة اللي احنا بنشتغل بيها آه طبعا لأن هنا برضو أكيد فيه مزايا زي ما الأجهزة التانية بيكون فيها مزايا تمام كلمنا النهاردة معاكم على أساسيات عملية القياس خدنا مع بعضين الأنظمة أو الوحدات بتاعتي وعرفنا الفرق ما بينهم كمان عرفنا الأنظمة الدولية اللي كانت موجودة سواء النظام الدولي أو النظام جاوز أو النظام اللي أنا دي تطور فيه وضيف فيه بعض الحاجات الكهربية عرفنا كمان بعض الوحدات الكهربية اللي هي زي الأوم وزي الأمبير وزي الواط وعرفنا القانون بتاع كل واحدة فيهم وعرفنا المشاقات الأسبوع الجاي إن شاء الله والحلقة الجاي إن شاء الله هنكمل باقي المنهج بتاعي نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته